طيب الخبر اللي بعد كده هو مجرد عنوان للمشروع التكتيكي المشروع التكتيكي للقوات المسلحة احنا معنا فيديو حوالين هذا الموضوع تعالوا 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 نشوف الفيديو ونرجع مع حضرتكم شهد الفريق محمد فريد رئيس اركاني حرب القوات المسلحة اجراءات الاستفاف والاستعداد القتالي لعناصر القوات المسلحة من كافة الاسلحة المقاتلة والمعاونة والقوات الخاصة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي والذي يأتي في اطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لمتابعة التدابير والاجراءات المتخذة لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية واضار حوارا مع القوات المصطفى بدأه بنقل تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة والفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي لهم على ما يقدموه من مجهودات لحماية عمق الامن القومي المصري في اتجاه الغرب اعقب ذلك القيام بجولة تفقدية لاعمال التطوير بمنفذ السلوم البري ونقاط الارتكاز الامني لعناصر حرس الحدود المزودة باحدث الاجهزة المتطورة لمجابهة اعمال التسلل والتهريب مشيدا بالجاهزية والاستعداد القتالي العالي الذي يتمتع به عناصر تأمين الاتجاه الاستراتيجي الغربي كما شهد رئيس اركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بدر سبتة بالرماية بالذخيرة الحية الذي نفذته احدى وحدات الاتجاه الاستراتيجي الغربي بالتعاون مع الافرع الرئيسية للقوات المسلحة تضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة التي بني عليها المشروع ثم التحرك لاقتحام الحد الامامي لدفاعات العدو بمشاركة مختلف الاسلحة المقاتلة والمعاونة بتعاون وثيق مع الافرع الرئيسية ثم تطوير الهجوم لتحقيق المهام المخططة الحقيقة انه المنورات والمشروعات التكتيكية للقوات المسلحة والمنورات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة الحقيقة يعني شيء رائع وبيعبر عن اعلى مستوى للجاهزية في القوات المسلحة تحت اي تحديد او تحدي بشكر زميلي جابولي سيادة اللوة